ما هو الفرق بين المسكين والفقير؟ اختلف العلماء في محددات الفرق بين المسكين والفقير فجاء التباين والخلاف على درجة سوء حالي كل منهما ولكنهم اتفقوا على اشتراك كل منهما بعدم وفاء الكسبي والمال لمأونته ومأونة أهله ومن هنا يلزم التفريق بينهما بتحرير المفهوم الخاص بكل منهما وهي الفقير من الفقر لغة هو الحاجة وهو ضد الغنى والفقير هو المحتاج أي من لا يجد قوته ومن له بلغة ومن له بلغة من العيش تكفيه وتقيه وتقيمه وأهله كأهل الحرفة الذين لا يقدرون على كسب ما يكفيهم ويطلق لفظ الفقير على القاعد في بيته من غير سؤال ولا يشعر الناس به فيعطونه فيمنعه حاله من التكسب والإنفاق على الأهل مع وجود الحاجة الشديدة أما المسكين هو لغة الخاضع الذليل المقهور حتى وإن كان غنيا فتحل له الصدقة إن كانت مسكنته من جهة الفقر أما شرعا فالمسكين هو من يملك ملكا وكسبا ولكنه لا يكفيه وتختلف حاجة الفرض باختلاف الحال كأن تكون المصروفات أكبر مما يكسبه الفرض فيكون مسكينا بذلك والمسكين سائل طواف حيث تأتيه الكفاية والزيادة بمسألته فتزول عنه الحاجة ولكن الفقير لا يسأل ويلتزم بيته فحاله أشد من حال المسكين يرى المالكية أن المسكين من لا يملك مالا وهو غير قادر على الإنتاج والكسب فهو فقير وزيادة فيقول مالك رحمه الله إن المسكين مشتق من السكون أي سكون اليد عن التصرف أما الفقير فهو صالح للعمل ولكن لا يجد ما يغنيه وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أكثر حاجة من المسكين وكان استدلالهم على ذلك من قصة موسى عليه السلام والخضر وذلك في قوله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر استحقاق الفقير والمسكين للزكاة والصدقة يستحق الفقير والمسكين أن يعطى له من الزكاة وجاء ذلك في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين كما يستحب أن يعطى كل منهما من صدقة التطوع